في إطار مخرجات الملتقى الحكومي 2017 الذي عقدا برعاية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي وجه فيه السمو ولي العهد بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتعديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022 ترأس سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام صباح اليوم ورشة عمل المحور البيئي والخدمات بحضور الوزراء المعنيين وأكثر من مئة مسؤول حكومي وأعلن سموه خلال ورشة العمل وهي الثالثة في سلسلة ورش العمل الحكومية التي تعقد في إطار توجيهات سمو ولي العهد نائب القادر الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن إقرار عشر سياسات وأربعين مبادرة في محوري الخدمات والبيئة وقال سموه في كلمة القاهة أن التطلعات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاع البيئي وقطاع الخدمات والذي تليهما القيادة الرشيدة جل اهتمامها تقود لتطوير هذين القطاعين لما لهما من أهمية بالغة حيث تمس حياة المواطن بشكل مباشر لذا فقد كانت توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بوضع السياسات وتنفيذ المبادرات الكفيلة بتوفير وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وذلك من منطلق الحرص على تقديم الرعاية والاهتمام للمواطن البحريني كونه محور التنمية المستدامة الذي يجب أن توجه إليه كل الأنظار مع توظيف الموارد الطبيعية من أجل تحقيق سبل العيش الكريم له في كل المجالات وتقدم سموه بالشكر وعظيم التقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر منوها بالدور الذي يطلع به سموه وإسهاماته المشهودة في تعزيز نهضة البحرين الحديثة وتقدمها وازدهارها وسعي سموه الدؤوب لتطوير الأداء والعمل الحكومي لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في كافة القطعة كما أشهد سموه بجهود جميع المشاركين في الاجتماعات التنسيقية على ما بذلوه من جهود مخلصة وكبيرة في سبيل بلورة عدد من السياسات والبرامج والمشاريع في قطاع الخدمات والقطاع البيئي واعتمادها كنسخة أولية من تقرير المحورين الخدمي والبيئي من أجل إحداث نقلة نوعية واعية في أداء الخدمات العامة بالقطاع الحكومي ليصل إلى المستوى اللائق والمنشود ليواكب تطلعات المواطنين وأمالهم من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات بما يعكس الأولويات الوطنية الناتجة عن الدراسات والمناقشات المتعمقة التي تمت في الاجتماعات التنسيقية وورش العمل وخلال ورشة العمل قدمت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة منسق محور الخدمات عرضا أشارت فيه إلى أنه خلال الاجتماع التنسيقي المتعلق بالمحور الأسبوع الماضي تم تحديد ست سياسات وهي تعزيز تنافسية وجودة الخدمات المقدمة وضمان جودة الخدمات التعليمية ودعم سوق العمل وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي وضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية وضمان جودة الخدمات الاجتماعية والتمكين المجتمعي وتوفير خدمات إسكانية ملائمة ومستدامة تندرج تحتها 24 مبادرة كما قدم منسق محور البيئة سعادة الدكتور محمد بن ديناء الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عرضا تناول فيه السياسات الأربع في هذا المحور وهي تنظيم الحماية البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الموارد وتعزيز حماية واستدامة التنوع الحيوي وتعزيز الحفاظ على الثروة البحرية وتندرج تحتها 16 مبادرة هذا وسيتم رفع مخرجات ورشة عمل المحور البيئي والخدمات إلى جانب ورشتي العمل السابقتين في المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والمحور التشريعي والأداء الحكومي برئاسة معالي جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية التي ستعقد برئاسة سمو الشيخ محمد بن بارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والتي سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة بعد جلسات تشاورية جمعت أصحاب العلاقة على طاولة من النقاشات المستفيدة تم وضع الأطور المحددة التي ستقف على ترجمة ما تم الاتفاق عليه في محوري الخدمات والبيئة عبر إضمامة من السياسات الهادفة التي توكرت بجملة من المبادرات النافذة إلى ما فيه المصلحة العامة لتنمية حقيقية شاملة مثل هذه اللقاءات التي يعتم فيها تبادل الأراء تحليل كثير من المبادرات ورسم الأحداث بخصوصها وهذا سلوب علمي جدا في إعداد البرامج لأن كل ما كانت هناك مساحة أكبر لتبادل الأراء لطرح مواضيع متعددة توصل في النهاية لخلاصة تثري برنامج عمل الحكومة وبالتالي إن شاء الله إحداث نقلة تنموية قادمة تستمر بالتالي مسيرة البحرية لنها التطور والإزدحار هناك اهتمام خاص في المحاور لإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم لكي تتوائم مع التخصصات الفنية والتخصصات العلمية في سوق العمل حقيقة تنمية البشرية من خلال هذه المحاور سوف تلقى اهتمام خاص في المستقبل وفي أولويات برنامج عمل الحكومة المحور هذا يمكن في المرة الأولى اللي يركز على الحفاظ على البيئة البحرية كيفية تفعيل الرغابة على البيئة البحرية كيفية المحافظة على ما هو موجود من البيئة البحرية وتنميتها للمستقبل إن من تمام القول بوارق وأفعال تجد عنوانها من خلال توظيفها بالمكان الأمثل وما تم توثيقه من أجندات للعمل في قالب ورقي سيتم الوقوف على تطبيقه بالشكل والمضمون الذين سيكونان خارطة طريق إرشادية وركزة تتكي عليها مبادرات تلك المشاريع التي تحقق استنباطها من وحي المحاور كافة تحديدا طرحنا في مجال الصحة عدد من المحاور اللي نأمل أنه يشملها برنامج عمل الحكومة وخصوصا المتعلقة بالمبادرات ذات العلاقة بضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة من المهم جدا أن يكون لدينا خدمات آمنة وذات جودة وتكون هناك رقابة وتدقيق على الخدمات اللي تقدم فكر واضح لما هو مطلوب تحقيقه في برنامج عمل الحكومة من ناحية التعليم من ناحية الصحة من ناحية البيئة فنحن نأمل أن هذه الأمور عند وضعها على أرض الواقع تحقق بنفس الحماس الذي تحققه الآن في هذه المناقشات لوضع الخطط لحكومة المملكة البحرين ست سياسات واربع وعشرون مبادرة تفرعت من شجرة محور الخدمات لتقابلها أربع سياسات وست عشرة مبادرة تم اعتمادها ضمن دائرة المحور البيئي كلها حاكت حاجات المواطني وطموحاته باعتباره محور العملية التنموية وغايتها الرئيسية لتلفزيون البحرين محمد رشيدات